كورتس يسعى لإيجاد حل في سوريا من خلال روسيا السلام عليكم في أونا منتصف الأسبوع ذكرت وسائل إعلام النمساوية أن المستشار النمساوي سيصل إلى روسيا في زيارة رسمية ويعتزم الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين يذكر أن كورتس يرغب في تقديم نفسه كوسيط في الصراعات الأوكرانية وفي محادثات السلام السورية التي يرغب المستشار في تقديمها إلى مؤتمر فيينا القادم من جهتها وجهت فصائل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية رسالة إلى الأمم المتحدة تعرض فيها التزامها بإخراج مقاتلين يتذرع بها نظام الأسد وروسيا للاستمرار في قصف الغوطة كما تعاهدت بتسهيل عمل لمنظمات الأممية في تسهيل القوافل الإغاثية والطبية وفي مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الداعي إلى هدنة لثلاثين يوما في سوريا من جانبه قال مجلس محافظة ريف تمشق التابع للمعارضة أن الهدنة الروسية التفاف على القرار الأممي رقم 2401 والذي يقضي بالهدنة لمدة شهر وإدخال المساعدات الإنسانية 23 مدرس من اللاجئين سيحظون بفرصة للتدريس اعتزم النمسا سلك طريق جديد فيما يتعلق بالمدارس حيث اعتمادا على مشروع كور سيحق لثلاثة وعشرين من من لديهم حق اللجوء والذين كانوا معلمين في بلدهم الأصلي العمل في المدارس المتوسطة والثانوية وكل منهم ضمن اختصاصه وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الشتوي المقبل وتبلغ ميزانية المشروع نحو 6 ملايين يورو ويركز في المقام الأول على المعلمين من سوريا والعراق وإيران الحكومة النمساوية تنمي توفير ما قيمته 2.5 مليار يورو حتى تصل للعجز صفر تدخل التحتيرات للميزانية في النمسا مرحلتها النهائية في هذا الأسبوع حيث يقدم وزير المالية لوغر في الـ 21 من شهر آذار الميزانية جديدة للحكومة والتي من المحتمل أن لا ترضي المعارضة التي يمكن أن تستخدم مثل هذه الميزانية كسبب لهجمات عنيفة على الحكومة المفترضة المناهضة للمجتمع وفقا لأوساط التحالف هذا وسيتوجب على الوزارات توفير ما لا يقل عن 2.5 مليار يورو كما تعتزم الحكومة الوصول إلى العجز الصفري للعام القادم لتخفيض اللعب الضريبي على العاملين وبحسب رأي شتراخي وكورتز لا ينبغي للحكومة الاتحادية هذا العام أن تنفق أكثر مما يلزم ومن المعروف أن التخفيضات الضريبية المخططة معروفة جيدا فقد بلغت المكافأة العائلية 1.5 مليار يورو أضف إلى ذلك تخفيض المخصصات البطالة لأصحاب الدخل المنخفض وضريبة القيمة المضافة لأصحاب الفنادر سراح حملة لا تدخن مستمر وزيادة في مؤيديه وقعها حوالي 400 ألف شخص حتى يوم الاثنين على استفتاء لا تدخن من أجل الحفاظ على حظر التدخين في حين لم يبدأ بعد الموعد النهائي للتسجيل الرسمي وفي بيان صحفي أشار كل من منصقي الحكومة جيرنوت بلويميل ونوربرت هوفر ووالتر روزاري أن القانون الذي يلغي الحظر المفروض على التدخين سوف يدخل حيز التنفيذ كما أنه من المهم أن نأخذ كل شكل من أشكال الديمقراطية المباشرة على محمل الجد يذكر أنه من المقرر أن يصدر القرار في منتصف أبريل قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أيار وفي الوقت الذي لا توجد نتيجة نهائية للاستفتاء الحالي تعرضتي لا تدخن النمسا تعمل على زيادة الرقابة على كافة مفاصل المجتمع تعتزم الحكومة النمساوية باستخدام ما يسمى حزمة الأمن والتي تشمل رصد الرسائل المشفرة وتوسيع المراقبة البصرية والسمعية البرنامج الذي تعتزم الحكومة استخدامه يدعى ترواضة الاتحادي الذي سيطبق لمكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب وسيشمل خدمات الواتس أب والسكايب كما تتضمن حزمة المراقبة استخدام نظام يتيح للحكومة من خلالها التعرف على لوحات السيارات والسائق وماركت السيارة كما تعتزم الحكومة أيضا تشديد الرقابة في الأماكن العامة إذ ستتمكن من خلالها الدخول إلى أجهزة المراقبة المرئية والصوتية لكل المؤسسات شكرا لاستماعكم نلتقيكم في أونان نهاية الأسبوع شكرا لاستماعكم شكرا لاستماعكم شكرا لاستماعكم اشتركوا في القناة